بهذا الدرس رح أبدأ بموضوع السيف وموضوع تخريج الملف من إلستريتر خلينا بداية نشوف قائمة فايل في عندي طبعا أمرين معروفين جدا ومهمين وموجودين في كل برنامج في العالم اللي هم أمر السيف آز اللي هو موجود ضمن قائمة فايل والأمر الثاني اللي هو إكسبور هدول الأمرين موجودين في كل البرامج تقريبا لو جينا حتى لبرامج الأوفيس برضو منلاقيهم موجودين لو جيت أنا هون على السيف آز أشوف شو فيها بالنسبة لإلستريتر أول ما أضغط على السيف آز حيطلع لي الديالوج بوكس هاب خلينا نفصل ونفهم بالضبط إيش التفاصيل الموجودة داخل الديالوج بوكس تبع السيف آز بداية في عندي طبعا اسم الملف وبفضل دايما وبأكد دايما أنه لازم نسمي ملفاتنا ضمن أسماء حقيقية بتوحي بالكونتنت أو بالمحتوى الموجود فيها لأنه إذا أنت بتظلك تسمي أنتايتلد أنتايتلد رح يكون صعب جدا عليك البحث عن أي ملف أو عن أي محتوى أنت شغاله على العموم من هون في عندي اللي هو الفورمات الفورمات أو الامتداد أو الصيغة كيف ما بتحبوا تسموها أول امتداد أو أول صيغة اللي هي أدوبي إلستريتر ملف الإلستريتر شباب عبارة عن ملف بيفتح على الإلستريتر بكامل القوة وكامل نحكي إحنا التفاصيل اللونية والجرافيكية وما إلى ذلك هلأ ملف الإلستريتر مش بس الإلستريتر عادي جدا أنت تسيف ملف إلستريتر وتفتحه على الفوتوشوب أو تفتحه مثلا على الأفتر إفكتس عادي على بريمير ما في مشكلة الفكرة بملف الإلستريتر أنه خاص بإلستريتر رقم واحد خاص بإلستريتر اتنين خاص بباقي برامج أدوبي بينما إذا أنت فكرت أنك تفتح ملف إلستريتر مثلا على الكورل ما رح يزبط معك الفكرة أنه إلستريتر مثل ما حكينا تأكيدا كمان مرة اللي هو خاص بإلستريتر اتنين خاص ببرامج أدوبي البيدي أف هو عبارة عن كنز عبارة عن شغلة جدا سفاحة رح أتكلم عنها بالتفصيل يعني لدرجة إن شاء الله أنه إحنا أي ملف بيدي أف نخزنه أو نستقبله نكون فاهمين إيش المحتوى اللي فيه تيكنيكيلي إن شاء الله ملف الإي بي أس هو الملف اللي بيحبه الكورل درو فإنت لما تشتغل أرتورك على إلستريتر وبعدين يجيك مثلا لزبون أو يجيك التيم أو أي حدا يحكي لك إنه إحنا ما بدنا ملف إلستريتر إحنا بدنا نفتحه على الكورل فإنت بكل بساطة روح من سيف آز وعطيه نسخة إلكترونيك بوست سكرب وبالتالي إي بي أس هي عبارة عن نسخة بتخلي ملف الإلستريتر يفتح على الكورل تمام لو جينا نفوت شوي بالتفاصيل وجينا من عند AI واخترناها وعملنا سيف مباشرة هلأ من هون هي رح أعمل هون أول ما عملت سيف طلع لي هلأ الديالوج بوكس هذا الديالوج بوكس بالنسبة إلي جدا مهم الديالوج بوكس هاد أول سؤال بيسألني إياه مهم اللي هو إيش الفرجن اللي أنت بدك تحدده على أساس يفتح عليه للتيم أو للحدة اللي أنت بعت له إياه كيف يعني؟ فعليا هو باي ديفولت بسيف إلستريتر 2020 وتشاز أي حدا عنده إلستريتر أقل من هيك أنت لازم تعمله داون سيف على أساس يفتح عنده يعني إحنا بنعرف أنه المطابع وبنعرف أنه في بعض الجهات مش الأجنسيز الجهات العامة الخاصة بالصناعة في التصميم أكيد عندها النسخ القديمة ما بتهتم يكون عندها الجديدة وبالتالي أنت أكيد لما تبعت شغلك بدك تعمله على سي أن سي أو تعمله مثلا نحكي إحنا على ليزر أو وتيفر ما ما تتوقع أنه المطبعة أو المصنع في عنده إلستريتر 2020 فعشان هيك ريح حالك إما خد إلستريتر سي سي أو خد إلستريتر سي اس اكس وبالتالي هيك أنت بتضمن أنه بيكون عندهم أكيد واحد من إصدارات السي سي اللي هو بدءا بـ 2013 نهايةً بـ 2019 وعننا كمان إلستريتر سي اس اكس اللي هو ما أقدم من ذلك إذن هاي هي الفكرة بالنسبة لموضوع الفيرجن الفكرة أنه ما رح يفتح عنده نعم ما رح يفتح عنده ما رح يقدر يعدل عليه يعني حيفتح ملف الإلستريتر زي هيك قدامه ولكن ما بيقدرش يحرك الألمنتس ما بيقدرش يعمل أي شيء الفكرة الثانية والشغلة المهمة الثانية اللي أنا لازم أحكي فيها اللي هي الـ Options هدول إيش الشغلات المهمة فيهم وإيش الشغلات اللي لازم أفهم وأعرف شو هي الشغل الأولى Create PDF Compatible File بهمني جدا أنك تحط عليها Check ليش؟ علشان ببساطة ملف الإلستريتر تبعك يكون قابل للتعديل وفل إدتابل على أي برنامج تاني من برامج أدوبي يعني على سبيل المثال لو أنت عندك شغل معين رسمته وحابب تحرك وتحريك بالـ After Effects بكل بساطة إذا أنت بتشيل الصح هذا After Effects بيقرأ شغلك وكأنه صورة ما استفدناش إذن لازم يكون فيه صح علشان الـ After Effects يفهم إنه شغلك أنت بدك الليرات اللي فيه حتى ولو حولت الشغل هذا لأدوبي أكروبات أو أدوبي PDF لو أنت شاية للصح ما حيكون فيه قوة في تعديل ملفك لأنك أنت شايل موضوع الـ Compatibility الموضوع الثاني اللي هو Save Each Artboard to Separate File مرات كتير بتكون أنت عندك ملف Illustrator فيه أكتر من Artboard مثل ما أنتوا شايفين بتحب أنك أنت تعمل Save Each Artboard to Separate File يعني حابب أنه كل واحد من هدول يطلع بملف جديد يعني النتاج حيكون أربع ملفات كل ملف فيه Artboard واحد طبعا أربع ملفات Illustrator نيجي هلأ لموضوع الـ PDF الـ PDF أول ما تيجي تسيفها مباشرة بالديالوج بوكس تبعها جدا 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 بهمني أنه نعرف التفاصيل اللي فيه بداية بـ High Quality Print ونهاية بـ Smallest File Size High Quality Print عبارة عن تصدير ملف الـ PDF لطبعات الـ Digital البسيطة أو نحكي إحنا المنزلية أو المكتبية يعني لما أنت تشتغل شغل بدك بالنهاية تطبعه على طابعة البيت بتيجي بتاخد High Quality Print إذا طبعتك أو شغلك بدك تطبعه في المطبعة المطبعة officially Printing Press يعني عبارة عن مطبعة بتيجي من هون بتاخد Press Quality بينما إذا كان شغلك عبارة عن أنك أنت تبعث لمديرك مثلا عشان تاخد منه موافقة أو مثلا تبعث لعميل عشان تاخد منه موافقة وحابب تبعث الملف على الـ WhatsApp أو على المسنجر أكيد لازم يكون Smallest File Size لأنه Smallest File Size بتصغر حجم الملف وهلأ حنعمل اختبار بسيط لهذا الموضوع إذن High Quality Print طباعة مكتبية عامة بسيطة Press Quality طباعة المطابع Smallest File اللي هي نحكي إحنا إنك تبعث الملف For Approval أو نحكي إحنا هيك بس To Review تمام الآن هون رح نحكي بس بشوية تفاصيل حتى أوضح شغلات معينة ليش يا سعيدة بتحكي إنه فيه فرق بين High Quality Print وال Press Quality ليش حاطين الطباعة المكتبية والمنزلية لحال بخانة لحال وحاطين هون Press Quality لحال الجواب High Quality Print حكينا إحنا للماكينات البسيطة بين قوسين مش ماكينات الأفست لـ Press Quality بين قوسين ماكينات الأفست إذن الفكرة هي بتحديد نوع الماكينة اللي أنا شغال عليها أو تحديد المخرجات اللي أنا شغال عليها Smallest File فكونة منه لأنه Smallest File أساساً مش مخصص أساساً للطباعة فهو عبارة عن شغلة أو عبارة عن امتداد مهم بالنسبة للReview وبالنسبة للApproval لما أجي أختار من هون High Quality Print اللي هي الطباعة العامة العادية لما أجي عشمالي واروح عند Output بيقول لي هون Color Conversion No Convert يعني ما فيش إشي يغير البروفايل عشانه ولا حيدعب بموضوع الألوان بينما لو جيت اخترت Press Quality وإحنا بنعرف أنه طباعة الأفست بتتبع بليتات وفرز ألوان وما إلى ذلك فأنا لما بختار Press Quality ونواقف على الأوتبوت بيقول لي هون أني أنا هعمل لك Destination اللي هي Document CMYK وعمل Convert to Destination إذن هايه الفكرة بموضوع أنك أنت تختار Press Quality أو أنك تختار High Quality High Quality عبارة عن طباعة عامة البريس Quality طباعة احترافية في المطبعة يبيني عمل عشانها Color Conversion على أساس يتحول الشغل اللي قدامك لأربع لوائح معدنية أو أربع ألوان Sayan Magenta Yellow Black CMYK لما تيجي من هون وتختار Smallest File أول شغلة حتهمك اللي هي أنك أنت رح تخاف رح تخاف لأنه أنت شغلك ما رح يطلع واضح لو فتحنا مثال تاني بس عشان أوضح التوضيح الصغير لما جيت لهذا الملف اللي موجود وراء اللي هو تمهين سابق أخذناه إحنا قبل هيك فيه مجموعة من الصور فلما جيت من هون واخترت أني أنا بدي أسيفه PDF ورحت مجرد معملت Save أول ما عطاني الديالوج بوكس قلت له بدي تعطيني High Quality Print وبالله بدي أجي أعمل من هون Save As بس حتى أشوف قديش حجم الملف بده يطلع أنا متأكد أنه منمام رح يكون فوق الخمسة ميجا فلما عملت Save PDF وبيدي أشوف قديش حجم هذا الملف طلع فمجرد ما رحت على الفولدر اللي فيه الشغل جيت من هون كبس تريد تكليك على ملف البيدي أف وعملت البروبراتيز طلع لي هون أنه 7.15 حلو كتير حجمه مناسب أنا بضرب مثال لأنه إحنا ببعض الأحيان صراحة كدزاينرية أنت رح تصاطفوا هذا الإشي لما تروحوا تنزلوا أو تعملوا ملف بدي أف حيتخزن معاكم ببعض الأحيان 100 ميجا 200 ميجا 300 ميجا وفي ناس بوصل معها الملف لون جيجا السؤال كيف أصغر ملف البيدي أف إذا كان ون جيجا أخليه يصير خمسة ميجا كيف ببساطة وإنت داخل إلستريتر لما تروح من قائمة فايل وتروح تعمل السيف آز تعلي مثلا على أي مكان هاي على الدسكتوب مثلا الفكرة لما تيجي تعمل سيف آز إنت للملف ببساطة بتروح أول ما تيجي تسيف وتختار البيدي أف وتيجي تعمل سيف من الديالوج بوكس تعال اختر لي سمولست فايل هتحكي لي سمولست فايل هتخسف حجم الصور كلامك مظبوط أنا رح أوريك هلأ شو اللي حيصير حوريك السمولست فايل قديش بتخرب بس رح أوضح شغلة صغيرة لما جيت اخترت السمولست فايل وعملت سيف بيدي أف وعملت أوكي تمام خزن لي إياها أز سمولست فايل هيطلع حجمها صغير ولكن مشكلتها مثل ما اتفقنا اللي هي موضوع ووضوح الصور نتأكد من الموضوع هايها لما كبست عليها رايت كليك وبروبرتز أوكي ربع ميجا طلعت ولكن خليني بله أشوفها لما باجي بعمل زوم على الأشكال أكيد رح تبكسل معي هلأ الفيكتور بيضل فيكتور أنا ما عندي مشكلة مع الفيكتور أنا مشكلتي فعليا مع فقط الصور لأني برضو هون لما باجي بتطلع على التفاصيل بلاقي الصورة امبكسلة الحل يا سعيد الحل بسيط إني أنا لما بروح بعمل وبروح باجي من هون هاي ثري باجي من هون برضو بيدي أف باجي من هون وبرضو بتأكد إنه بس اللهم بدي أروح على شمالي على الكمبرجن على أساس يقول لي هون الامج كواليتي لو لما أنا بكون مختار من هون برس كواليتي هون الامج كواليتي ماكسيمم أفضل وضوح من 300 إلى 450 بينما لما تختار smallest لا أعطاك الامج كواليتي لو وأعطاك الريزيلوشن من 100 إلى 150 هلأ الفكرة إني أنا قلت له لا خليلي الامج كواليتي هاي وخليلي الريزيلوشن يبلش من 200 لمتين ما عنديش مشكلة مجرد ما عملت save أوكي خلينا هلأ نستكشف ونشوف النسخة الجديدة أول إشي اكتشفت أنه حجمها ميجا ونص ممتاز بالإضافة أني كبست عليها دابل كليك حتى أشوف وضوح الصور رائع 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 وبجنن ما عندي أي مشاكل معاه إذن هاي هي الفكرة بكيفية تصغير البي دي أف بدون ما أدمره ولا أخربه وبنفس الوقت يكون وركب وشغال ما عليه أي مشاكل ضايل فيه عندي بس تقنيات حلوة ولطيفة لموضوع البي دي أف اللي هي على شمالي بيطلع لي هون مجموعة من الخيارات اللي واحد من هالخيارات اللي هو الكمبرجن لو أنا جيت هون عند هاي كواليتي مبدئيا أنا بدي أسيف الشغل كهاي كواليتي عندي هون ماركس أند بليدز اتكلمنا عنهم مسبقا بدرس اتكلمنا فيه عن الطباعة وحكينا إنه إحنا من هون منقدر نعمل اللي هون منقدر نطلع علامات الطباعة على ملف البي دي أف اللي هو إذا عملنا بليد والريجستريشن والأمور هاي كلها بتبين على ملف البي دي أف لما تسيف الموضوع التاني اللي بدي أحكي فيه الموضوع نحكي إحنا اللي شوي متقدم اللي هو موضوع السيكوريتي أنت ممكن تحمي ملفك أنت ممكن تيجي تعمل ركواير باسورد تو اوبن ديس دوكيمنت وبالتالي أنت مجرد ما تحط صح هيك أنت بتحط باسورد معين بإمكانك لما أي حدا يفتح الملف يفتحه يسأله على كلمة سر خليني آجي هون مثلا أعطيه واحد نين واحد نين عفوا واحد نين ثلاث واحد نين ثلاث هذا كلمة السر ليش حطيت هنا صح وين عند لما واحد يغير على الإعدادات أو يحاول يعدل على محتوى ملف البي دي أف تبعك برضو يسأله على باسورد فجيت من هنا وقلت له ثلاثة اثنين واحد ثلاثة اثنين واحد إذن الفكرة لما ينفتح الملف حيسألك على باسورد ولما بده يتعدل الملف برضو حيسألك على باسورد سعيد شو قصدك بيتعدل قصد بيتعدل إنه واحد يروح يمسك ملفك البي دي أف ويدخله على الفوتوشوب أو يمسك ملف البي دي أف ويدخله على إلستريتر أو على أي برنامج تعديل عندي كمان شغلة اللي هي شغلة السماح بالطباعة إنك أنت ممكن تخلي الحدا اللي بيستقبل هذا الملف ما يقدرش يطبع الملف يعني أساسا أمر فايل برنت ما يطلعلوش إذن بتقدر تختار نن إنه أنت ما بدكش تطبع أو بدك تخلي الحدا يشوف الشغل ويستمتع فيه ورائع وما شاء الله بيجنن ولكن لما يطبع يطلع معه لو ريزيليوشن 150 دي بي آي أو إنك تخلي بالهاي بيتريت تبعته وهي هاي ريزيليوشن ولما يطبع تطلع الأمور تمام إلك الحرية باختيار أي أمر من هدول بالإضافة إنه أنت هون في عندك شغلة حلوة كمان اللي هي إنه هل أنت بدك تسمح إنه أي حدا ينسخ من الملف تبعك التكست والصور أو أي مكونات أخرى اللي هي زي المربعات والأشكال والجرافيكس ولا لا إذا ما بدك بتشيل الصح بصفي إنه الشغل تبعك عبارة عن صورة جامدة قدام الشخص ليش شرحت إنه هاي الشغلات ودخلت بهالقصص والتعقيدات لأنه فعليا إحنا مضطرين شباب نحمي ملفات البورتفوليو تبعتنا إذا أنت كنت شغال مع الشركة أو الشركة واي مو حلو صراحة إنك تروح تبعت الفوليو تبعتك لشركة معينة مهما كانت ثقتك فيها لأنه رح يروح مثلا يحمل الفوليو تبعتك ويأخذ لوجو فلان ولوجو فلان ولوجو فلان واللوجو تبعك ويلون ويعدل ويزبط على الفوليو تبعتك وبالتالي إنت هاي الإجراءات تبعت الحماية لازم تعملها خصوصا على الملفات العشوائية اللي هي زي السيفي والبورتفوليو وما إلى ذلك لو جينا الآن عملنا تست ضمن هذا الموضوع وعملنا هنا سيف بي دي اف أول إشي سألني إيش كلمة السر عشان يستذكرني بس إيش كلمة السر تبعت فتح الملف قلت له 1 2 3 1 2 3 إيش كلمة السر تبعت تعديل الملف قلت له 3 2 1 3 2 1 مجرد ما عملت أوكي هلأ سيف لي نسخة بي دي اف جديدة خلينا بلا نطلع عليها ونجربها التجربة الصغيرة لما جيت لملف البي دي اف اللي عندي هون مجرد ما كبست عليه دابل كليك طبعا هو ما فتح ولا إشي بس هذا النسخة القديمة هي طلعنا منها وطلعنا من كل الادوبي اكروبات دخلت على نسخة البي دي اف اللي عملتها أول إشي سألني إياه اللي هو عبارة عن الباسورد تبع فتح الملف فأنا قلت له 1 2 3 1 2 3 والملف فتح أموري تمام أمر طبعا طبعا موجود لأنه أنا سمحت بموضوع الطبع بالإضافة إنه الملف هون أعطاني إنه سيكورد عبارة عن ملف ما له محمي طيب خلينا بلا نجرب تجربة بسيطة لو أنا مسكت الفايل اللي أنا سيفته ورحت على الفوتوشوب ورحت رميته هنا في الفوتوشوب أكيد حيسألني حيقول لي تعال إنت هنا عشان تفتح هذا الملف لازم تحط باسورد الـ أوبن ديس فايل أوكي قلت له 1 2 3 1 2 3 مجرد ما عملت أوكي بيقول لي على موضوع تعديل الملف وبالتالي 3 2 1 3 2 1 مجرد معملت أوكي فتح لي ملف الـ على فوتوشوب فلما أفتح أي كونتنت موجود بقدر إني أفتحه بالطريقة هاي بالإضافة لشغلة كمان مهمة اللي هي لما تفتح ملفك على الأكروبات ما رح تقدر هيجي تحطيت الباسورد تبع فتح الملف من هنا ما رح تقدر تنسخ محتوى أنت حتحدد التكست ولكن لما تكبس ريت كليك ما فيش أمر كوبي أو حتى لما تعمل أمر كونترول سي ما رح تلاقي أساسا أمر كوبي شغال إذن هاي هي الفكرة اللي أنت بتقدر تشتغل عليها وتطور ملفات الـ واتكون فاهم الطبخة تبعت الـ كيف تسيف ملف كبير كتير وتصدر للمطبع كيف تسيف ملف عادي وتسيفه لطباعة الدريتال أو طباعة البيت أو المكتبة بالإضافة لـ تعرف كيف تصغر حجم الملف وبنفس الوقت تخلي الصور واضحة كيف تحمي ملفك وتحط عليه باسورد للفتح والتعديل كيف تمنع أمر الطباعة وكيف تمنع أوامر النسخ والتعديل ونحكي إحنا السرقات اللي بتصير على ملفات الـ بكل برنامج بالعالم خاص بالتصميم أو بالرسم حتى الرسم المعماري وحتى البرامج المعمارية والتصميم الداخلي وكل برامج التصميم ونحكي إحنا كل البرامج المكتبية برضو زي الإكسل والوورد وأي برنامج تاني في عنا سيف آز وفي عنا إكس بورد الفكرة بالسيف آز إنه هي بتخزن لك النسخ الأصلي للبرنامج اللي أنت شغال عليه يعني على سبيل المثال بتسيف من إلستريتر إلستريتر وكوريل وبيدي أف هدول التلاتة أساسا عبارة عن ثلاث تقنيات مترابطين بيطلعوا تقريبا نفس المحتوى لما تيدي تعمل إكس بورد بتصير تطلع على سبيل المثال مثلا من الإلستريتر بتقدر تطلع ملف أوتوكاد واو شو اللي بتحكيه آه لأنه أنت قاعد بتعمل إكس بورد أنت قاعد بتعمل تصدير لملف الإلستريتر بتصدره لبرنامج اللي هي عبارة عن ستايلز بيشتغل عليها الويب ديفلوبر أو الويب ديزاينر أها إذن الفكرة بالإكس بورد هي أعام من السيف أز خلينا بس ناخد جولة صغيرة داخل الإكس بورد بس قبل ما أروح على الإكس بورد الكل بيتساءل على هذا الموضوع كتير ناس بتستخدم سيف فور ويب اللي هي كونترول شفت ألت اس هذا الاختصار العريق اللي الكل بيعرفه فعليا السيف فور ويب صارت عندنا هون بالإلستريتر ليجسي ليش ليجسي أدوبي إذا بتحط أي إشي في برامجها بين قوسين ليجسي قصدها إنه لقدام هذا الإشي رح يروح إذن ما تعتمدوش كتير على موضوع السيف فور ويب لأنها أوريدي ليجسي وفعليا حيتعدل عليها مع الأيام في هون نقطة صغيرة كتير بس بدي أحكيها هي يمكن يعني يمكن مش كتير مهمة ولكن فعليا صراحة إنه يعني حلو إنه الواحد يكون عارفها فعليا هلأ في بعض الأوامر أنت لما تكبس عليها بتجاوب معك من أول مرة وفي عندك بعض الأوامر لأ حتطلع لك ديالوج بوكس خليني بس أوضح هاي الشغلة هلأ فعليا هون في عندي مثلا أمر كلوز على سبيل المثال لما أجي أكبس على أمر كلوز الملف ثلاث نقاط لما يكون في هون ثلاث نقاط جنب كلمة بيبين لك أنه أنت هون لما تكبس حيروح يطلع لك كمان بوكس نفس بسي في ثلاث نقاط فأوردي لما تكبس عليها حيطلع لك بوكس طيب ليش تحكينا هذا الحكي لأنه بدي أحكي لكم إنه الإكسبورد كلهم بيطلعوا لكم خيارات مش إنه أنت بتكبس وخلص بسع من الإكسبورد لا طبعا أنت بتكبس ولسه بيطلع لك خيارات فأنا مضطر أني أشرح لكم الخيارات اللي بداخل موضوع الإكسبورد وأشرح لكم شو في داخل الصيغ الموجودة جو الإكسبورد على العموم من عند إكسبورد جيت من هون أول ما اخترت اخترت إكسبورد آذ لما كبست عليها من الموجودة أول إشي بسألني أو عفوا أول إصدار أو أول لموضوع الفورمات الموجود بقائمة Save as Illustrator هو DWG DWG عبارة عن Native AutoCAD File ملف نقي AutoCAD أنت بتقدر من خلاله أنك ترسم مخطط على الإلستريتر وتخزنه as AutoCAD وعادي جدا يجي من وراك حدا يشتغل 3D ويكمل ويرفع شغلك 3D الفكرة هلأ حينبسطه اللي معانا اللي بيكونوا مثلا دارسين عمارة أو تصميم داخلي حيستفيدوا من هاي المعلومة بأنه أنت من اليوم وطالع ما عندك صعوبة بالزخرفة لأنه صار بإمكانك تخزن أي زخرفة بدك إياها وعا AutoCAD بكبسة زر ترفعها 3D أو ليش على AutoCAD أنت مجرد ما تسيفهم ملف AutoCAD أنت بتقدر تروح على الماكس وبالماكس ترفع الأوبجكت 3D وشكرا وبالتالي صفة أنه الزخارف أنت مخرجها من هون السي أس أس اللي هي بيستفيد منها الويب ديفلوبر أو الويب ديزاينر بأنه ياخد الستايل استبعتك ويقدر يطبئها داخل الويبسايت بالإضافة للجي بيج اللي هي الصورة وإحنا تكلمنا عن هذا الموضوع قبل وتأكيدا لإنه لازم أرد أشرحها الجي بيج عبارة عن عالم في خيارات كتير أنت لازم تشتغل عليها أول خيار مهم شباب use artboard ضروري 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 تحط عليها صح ليش؟ لأنه إذا ما حطيت عليها صح في شغلات كتير رح تتخزن معك بالغلط بالإضافة شايفين هدول الأربعة artwork الأربعة هدول الأربعة هيتخزنوا بصورة واحدة آه لأنه لازم تحط use artboard إن كانوا واحد وإن كانوا مية بتحط use artboard بعد ما عملت export وطلع لك هلأ الديالوج بوكس هاد بهمني من الكالر مودل إني أجي أخذ RGB ليش RGB يا سعيد لأنه إنت هذا الشغل وين تكتروح فيه مش بدك تبعطه على الماسنجر أو بدك تبعطه إيميل أو بدك تبعطه على الواتساب إذن لازم يكون RGB لأنه ما في حدا بطبع من الجي بيج عفوا نهائيا ممنوع تعمل هنا CMYK لأنه ملف الصورة عمره ما كان للطبع الكواليتي أكيد رح أفللها حتى يعطيني أفضل كواليتي الريزيليوشن أكيد رح أختار هاي ريزيليوشن وبالتالي رح أخذ نسخة واضحة جدا وزومة بل كمان بالإضافة إني بحط تبع الICC بروفايل sRGB اللي هو عبارة عن ملف تشغيلي لموضوع السوبر RGB من أدوبي اللي هي فعليا بتخلي ألوانك متل ما أنت شايفها على الإلستريتر هاي الأوامر لو التزمت فيها بتطلع كواليتي جدا رائع في كتير ناس بتحكي لك طيب أنا بدي صورة تكون زومبل كيف يعني زومبل أنت هون لما تروح تخزن مثلا ميديم كواليتي 150 وتيجي تعمل أوكي أنك أنت بدك تسيف هاي الصورة لما تروح هلا تتطلع وتشوف لما فتنا على هاي الصورة وجينا عملنا شوية زوم هنا على الكلام تكسر حتقول لي لا أنا ما بدي هاي التكسيرة بعرف أنك أنت عامل زوم كتير بس أنا برضو ما بدي هاي التكسيرة أنا بدي أعمل زوم كتير بس ما بدي بكسل بقول لك تمام أنت وإنت بإلستريتر لو تيجي من عند الإكسبورت ولما تاخد الجيبغ وتيجي بدك تسيف تمام خليني هون بس أحدد أني أنا بدي بس الصفحة الأولى لما جيت هون عملت هون 2-2 سميتها أوكي إكسبورت من هون قلت له من عند الريزيليوشن أعطيني أذر قلت له أعطيني خمسمية فلما تعمل هلأ أنت إكسبورت تستنى طبعا شوي لأنه الأمر هاد شوي تقيل هيك خلص رح أرجع هون وأشوف ملف 2-2 هايو double click عليه رح أشوف أعمل زوم 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 وبالتالي شايف الوضوح لهون ممتاز بينما قبل كان لهون تقريبا إذن الفكرة أنه كل ما زدت الريزيليوشن كل ما صار الفايل تبعك زومة بالأكتر بس انتبه لأنه حجم الملف هاد 11 ميجا بينما حجم الملف هاد 1 ميجا إذن الفكرة بتصفي في النهاية بالوضوح حجم الملف أكيد مقرون بالوضوح بتقدر تخزن ملف فوتوشوب من خلال إلستريتر عن طريق أنك أنت بالإلستريتر بتكون عامل مجموعة ليرات ومرتبهم ومضبطهم ومسميهم بتقدر أنك تخزن ملف الفوتوشوب من خلال إلستريتر ويطلع كل الليرات تبعتك اللي أنت أريد يعاملها على إلستريتر يطلع قدامك سوبر أوبن سورس على الفوتوشوب بس فيه هون شغلة صغيرة بس بدي أتكلم فيها لما تيجي تعمل هاي الحركة لما تعمل يوز أرت بورد وتيجي تعمل إكس بورد هيطلع لك هو ملف فوتوشوب الريزلوشن تبعه أكيد رح يكون 300 حتى تحافظ على أعلى وضوح ممكن بالإضافة أنه هون فيه option مهم لازم تعرفه لأنه إذا فلات إمج حيطلع لك هذول عبارة عن أربع صور لا 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 أنا بدي تعطيني ليرات بالإضافة أنه أنا بدي موضوع التكست يكون شغال على أساس أني أنا أغير أي شي من التكست داخل الفوتوشوب والبروفايل أكيد بدي على أساس ألوان الشاشة أو ألوان فوتوشوب أو إلستريتر تكون موافقة لمنصات التواصل الاجتماعي فمجرد ما أعمل أوكي حيعطيني ملف فوتوشوب وضوحه عالي ألوانه للشاشة بالإضافة لتعديلات مسموحة إكسبورت فور سكرينز أمر مهم جدا برضو لابد إنه إحنا نتطرخ لإله ونحكي فيه الإكسبورت فور سكرينز ما رح أشرحها من هون رح أشرحها من قائمة ويندو وأدخل على أسات إكسبورت أسات إكسبورت عبارة عن مكتب صغيرة بإمكانك إنك تمسك مثلا لوجو وتنزله جواها بإمكانك تروح تحدد مثلا فولو أس مع الشكل تبعها تعملهم جروب وتسحبهم التنين جوا وبالتالي هنا صفة إنه أنا عندي اللي في المربع وتعمله جروب وتسحبه وتنزله هون صار في عندي هون التلات أشكال التلات أشكال هدول أنا بقدر أحددهم التلاتة مع بعض واروح من تحت من هون بيقولي إيش حاب بيكون الفورمات تبعتهم واو قبل ما تكمل أنت قاعد بتحكي إنه إلستريتر بيطلع ملفات منفردة بتقدر تخزنها صور أي نعم صحيح أنا بقدر هذا الشعار لحاله أطلع لكيها بعبارة عن صورة إذا أنت مضطر عليها هلأ بدكيها عادي أنا بروح ببساطة بحدد الشعار هذا لحاله مثلا باجي من هون بقوله يلا طلع لي إياه مثلا بي أن جي مفرغ حواليه اللي هو مثلا زي هذا اللوغو بدي حواليه يكون مفرغ ما بدي يكون أبيض بتيجي من هون بتختار مثلا بي أن جي بالإضافة إنك بتعمل اكسبورت ومش بس هيك أنت بتحدد كمان الحجم تبعه يعني هذا اللوغو لو جينا عليه بلا نشوف هالشغلة اللوغو هذا مثلا اللي هون تمام لو جينا نشوف قديش عرضه لما أجي أطلع على العرض تبعه بلاقيه 214 لما أنت تيجي من هون وتختار 2x رح يضرب لك إياه بثنين هيصير مثلا 214 ضرب ثنين لما تيجي هون وتختار 3x أو 4x هيضرب لك إياه بثلاتة أو أربعة وبالتالي أنت البي أن جي تبعي تكمالها بتقدر تدوبل حجمها حتى توصل لمرحلة أنك أنت بتخزن ملف حجمه كبير وبتقدر تستخدمه بالفوتوشوب بملفات كبيرة كمان على العموم جيت من هون قلت له تعال الهارد كور من هون هاي بدي إياك تخزن لي إياها مرة بي أن جي وتكون 1x آد سكيل وتخزن لي إياها كمان مرة بي أن جي وتكون 4x آد سكيل طبعا أكيد ما إلها ريزولوشن لأنه البي دي أف عبارة عن شو عبارة عن فيكتور وبالتالي ما فيه إشي اسمه ريزولوشن بالنسبة للبي دي أف مجرد ما تعمل إكسبورد هيطلعني هنا مثلا على الدسكتوب هيعملنا فولدر جديد وعملنا سيليكت فولدر وبالتالي طلع لي ثلاث ملفات جديدة ورحت على الدسكتوب أشوف طلع لي هون الوان إكس الفور إكس والبي دي أف كل واحدة منهم لحال الأسرع والأجمل أنك أنت لما تيجي على هذا ما تروح على الأسات إكسبورد تعلي من هون دايركت رايت إكسبورد سيليكشن شكرا طلع لك دايركت هذا المربع فأنت من هون بتيجي بتقوله يلا بدي إياه بي أن جي وان إكس يلا إكسبورد انتهى الموضوع هيك أنت بتطلع الملف طبعا أكيد محل ما بدك والمكان اللي بدك أنت تسيف فيه السؤال ما الفرق بين أني أنا أعمل رايت إكليك وعمل إكسبورد سيليكشن أو أني أروح على الأسات إكسبورد الأسات إكسبورد شباب أنت بتحدد أربع شغلات مع بعض بتكبس مرة واحدة على إكسبورد بيطلع لك الأربعة مع بعض بصيغة صيغتين ثلاثة يعني النتاج عندك بيكون عبارة عن 12 ملف شكرا للمعلومة أنت قاعد بتحكينا أنه عبارة عن قطع في التصميم أنت ممكن تفرزها جو الأسات إكسبورد وتسيفها مع بعض ولكن السؤال لو أنا لزبون تبعي قال لي سعيد شايف هذا الشغل تبعك كله ممكن تسلمني إياه بثلاث صياغ الثلاث صياغ بدي إياهم يكونوا جيبيج بي أن جي بالإضافة ل بي دي أف حقول له طبعا لأني أنا ببساطة رح أروح من فايل على إكسبورد حقول له إكسبورد فور سكرينز رح أروح من هنا وأختار كل المربعات أو كل الأرتبوردات تبعتي من عند أرتبورد بنيل مش أست أرتبورد وبالتالي أنا محددهم الآن جيت من هون قلت له كل الصور بدي إياها لأنه البليد للطباعة أنا شلت الطباعة ما بدي لأنه هدول الأربعة رايحين سوشال ميديا وأساسا أنا مش عامل بليد وأساسا الفايل مش CMYK ولا هو للطباعة وبالتالي أكيد موضوع البليد ما بهمني بالإضافة هون إكسبورد توين قلت له على نيو فولدر على الدسكتوب بدي تعطيني بالبداية نسخة PNG 2X وبدي تعطيني AddScale تعطيني JPEG 100 ب1X وتعطيني كمان AddScale وتعطيني PDF فايل بهذا الشكل وبالتالي أنا خزنت ثلاث ملفات مرة واحدة فلما تيدي تعمل إنت إكسبورد سيطلع لك 12 ملف مرة واحدة بكبسة زر بجميع الصيغ المختارة لو أنا هلأ رحت على هذا الفولدر أتفرج رح ألاقي هنا فعلا 1X 2X 4X أو نحكي إحنا PDF و 1X و 2X هذا الملف مش إلي تمام صفوا هدولة الثلاثة اللي أنا طلبتهم فعليا قبل شوي من Illustrator فصفت الأمور واضحة وصفيت بقدر إني أتحكم بملفي أكتر وأديره من ناحية الـ Save As أو الإكسبورد وأتحكم بأدق التفاصيل بالإكسبورد هيك بقدر أحكي يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر